اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هيا بنا نقرأ الدرس سويا تقع محافظة الوادي الجديد في غرب مصر بالصحراء الغربية وجوها حار صيفا دافئ شتاء ولا تسقط عليها الأمطار إلا نادرا يا أبطال إذن كيف تتم الذراعة بها؟ سنتعرف سويا على معاني الكلمات الملونة معنى كلمة تقع توجد وأين توجد؟ توجد في غرب مصر أحسنتم حبيباتي بالصحراء الغربية ما معنى كلمة وادي؟ الوادي هو أرض بين جبال وتلال يجري به الماء ما معنى كلمة نادرا إذن؟ معنى كلمة نادرا قليلا وهي لا يسقط عليها الأمطار إلا قليلا يا أبطال وبها آثار كثيرة مثل معبد هبس وأماكن جذابة مثل جبل الكريستال هيا بنا نتعرف على معاني الكلمات الملونة ما معنى كلمة آثار؟ كلمة آثار هي أبنية وأشياء قديمة قيمة ومعنى كلمة جذابة أي جميلة وبها الكثير والكثير من الأماكن الجذابة كما ذكرنا مثل جبل الكريستال وما معنى كلمة معبد يا ترى؟ معبد أي مكان للعبادة؟ تمت زراعتها على مياه الآبار فأصبح اسمها الوادي الجديد إذن لقد تعرفنا على السبب سميت محافظة الوادي الجديد بهذا الاسم لأن الزراعة بها تتم على مياه الآبار ويوجد بها أيضا يا أصدقاء بحر الرمال العظيم هل هو بحر حقيقي؟ إنه بحر من الرمال وهو مساحة كبيرة جدا من الرمال الناعمة هيا بنا يا أبطال نستنتج من الصياق معاني الكلمات الملونة تقع الأهرام في الجيزة ما معنى كلمة تقع؟ كلمة تقع أحسنتم أي توجد أصار مصر جزابة ما معنى كلمة جزابة؟ أحسنتم يا أبطال جميلة الآبار توجد في الصحراء ما معنى كلمة الآبار يا ترى؟ حفر يخرج منها الماء وادي الجمال يتميز بأشجار منجروف ما معنى كلمة وادي؟ أحسنتم يا أبطال أرض بين جبال أو ثلال يجري بها الماء هيا بنا يا أبطال نضع علامة صواب أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام الجملة أو العبارة غير الصحيحة مساحة بحر الرمال صغيرة جدا أحسنتم يا أبطال عبارة خطأة فمساحة بحر الرمال كبيرة جدا تعتمد الزراعة في محافظة الوادي الجديد على مياه الأبار؟ أحسنتم يا أبطال عبارة صحيحة ولذلك سميت بمحافظة الوادي الجديد لأنها تعتمد في الزراعة على مياه الآبار توجد محافظة الوادي الجديد في شرق مصر إجابة خاطئة في غرب مصر أحسنتم حبيباتي الجو بمحافظة الوادي الجديد حار صيفا أحسنتم يا أبطال عبارة صحيحة فالجو في محافظة الوادي الجديد حار صيفا ودافئ شكاء أدعوكم جميعا لذيارة محافظات مصر المختلفة وخاصة محافظة الوادي الجديد لذيارة ما بها من آثار كما سبقنا وأنذكرنا مثل جبل الكريستال ومعبد هبس سعدت جدا بلقائكم أراكم على خير في درس جديد من دروس لغتنا الرائعة يا أبطال مع السلامة ترجمة نانسي قنقر